بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر محمد جلال مدرس اول ساينز ان شاء الله النهاردة باذن الله هنشرح ونلخص للصف التاني الاعدادي لهو هنبدأ ان شاء الله باذن الله نتكلم في البداية على الاتوميك سايز يعني ايه اتوميك سايز طبعا انت خطف الماس في عندي الريدياس وفي عندي الديامتر فالريدياس اوف اتم ده بيعبر عنا عن الاتوميك سايز الريدياس او الاتوميك ريدياس بيعبر عن الاتوميك سايز فانا المطلوب مني في الاتوميك سايز اني اضرس الrolling and period. لما نمسك مثلا group one A اصلا el group one A بيبدأ بالhydrogen وينته بال sprint لكن انا بينشيلهم بانستسنينهم من دراسياتنا لان الhydrogen دوت não metal اساسا و Not meetal Asшile From td Foods Non-A 다행y. فانا بمسك group one i abris عليه الاتوميك سايز. كأجزامبل لجروب يعني. فعندي الاتوميك نامبر بتاعته بسري والسوديم الاتوميك نامبر باليفن والبوتاسيوم الاتوميك نامبر بنينتين ربيديام سيرتي سيفن سيزيام فيفتي فايف. بنلاحظ ايه ساعتك? انا لما جيت اوزع الاتوميكي بي تو والالب وان. لما وزعت الان اي القيام بتاعته. بالический؟ العايز اقول ايه هنا؟ عايز اقول ان السمك بتاع العاي اللي هو السيوم? قليل. السمك بتاع السوديم اكبر منه. السيكنيز بتاع البوتاسيوم اكبر منهم. لان كل مرة بيزيد الفيزيد السمك بيزيد ايه؟ السمك بتاعه اللي هيا بنسميه اتوميك سايز. فبنقول. كل ما يزيد الاتوميك نمبر. لان بسبب اتنين اتنين انيرجيليفل. عندي في ال ايه? عندي في ال ا في فبنلاحظ ان كل ما يزيد الاتوميك نمبر بتزيد الاتوميك سايز بسبب اني الانرجي لفل بتزيد يبقى لو قال لي في ريزن سفور انجروب باي انكريز اتومك نامبر اتومك سايز انكريز اقول له due to increase of نامبر انيرجي لفل بسيطة ايه انكريز of نامبر اف انيرجي لفل طيب يعني احنا ملاحظين ان السيزيام بنلاحظ ان السيزيام مور اتومك سايز عن الليسيام يبقى انا هنا لما تحرك من لداون بتزيد وبيتالي السيزيام مور اتومك سايز طيب بيقول لي انا ملاحظ اني كل اللي ما بيزيد اتومك نامبر بتزيد وبتالي بتزيد بتاعة الاتوم وبتالي بتزيد ايه تبدأ في الجروب في البريود الالا الالا بي 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 بفور البي بفايف السي بي سي الان سيفن الو بي ايت الاف بي ناين بنقول لما تحرك من الليفت للرايت بتزيد الاتومك نامبر والايتومك سايز دي كريز ليه مستر الاتومك سايز دي كريز ساعتك جوه جوه في بوست في بروتون جوه في بوست بروتون وبره في الانيرجي ريفل في فبيحصل ما بين اللي جوه وما بين اللي موجوده طبعا لما تزيد يعني بتتضغط الانيرجي ريفل بتتضغط كل ما تضغط الانيرجي ريفل فالسيكنيس بتقل يعني بتقل يعني بتقل يبقى لما يقول لي باي انكريز اتومك نمبر اتومك سايز سيز دي اقول له دي اتراكشن فورس بين بوست بروتون و الانيرجي اتراكشن فورس بتبقى قوية جدا بتزيد فبتقل السيكنيس الى السمك بيقول لي ميجورينج ميجورينج يونيج اف اتومك سايز بيكومتر ميجور 마�avan يونيج واتومك سايز از اتومك سايز الاتومك سايز اف ليسيام جريتر زان الفورين يبقى الاتومك سايز اف ليسيام اس جريتR زان فورين ان احنا قلنا كل ما يزيد الاتومك نمبر تقل الاتومك سايز وبالتالي الليسيام اكتر اتومك سايز من الفورين طيب. نبص على حاجة تانية بقى. طبعا انت السنة اللي فات في قولي اعدادي كنت خدت اني مسلا عندي وليكن مسلا اللي هو كان كل بتعمل عشان تعمل اللي بنسميها. فكنا بنقول ان كل اتم بتعمل للالكترون عشان تشدها يمتها. الموضوع ده بنسميه. بنسمي ايه? فبنقول اللي هي السالبية الكهربية. زي مولتلك. في اللي هو اللي هي كل اتم بتحاول تشد الالكترون يمتها. ده بنسميه قدرة كل انها تجذب الالكترون اللي بتعمل بقى شير في او في عموما. فبنلاحز بقى فيه جروب. بنلاحز اني باي انكريز اتوميك نمبر. اليكترو نيكتيفتي ديكريز. باي انكريز اتوميك نمبر اليكترو نيكتيفتي ديكريز. لما بص عندي جروب وان ايه برضك? الليسيام الايكترو نيكتيفتي وان. الصوديام زير بوينت ناين. البوتاسيام زير بوينت ايت. ريبيديام زير بوينت ايت. سيزيام زير بوينت سيفن. فبلاحز ان كل ما تحرك في الجروب من قبل داون. بتزيد الاتوميك نمبر وتقل الالكترونيكتيفتي. وبالتالي الالكترونيكتيفتي مور زان سيزيام. يبقى في الجروب بيبقى الاليمنت اللي فوق في الجروب اكتر الالكترونيكتيفتي من اللي فيه الدون. اما بص على الالبريود. قال اني باي انكريز اتوميك نمبر الالكترونيكتيفتي انكريز. يبقى في البيريود كل ما يزيد الالكترونيكتيفتي. طيب انت ملاحز ايه? انا ملاحز اني العلاقة بين الالكترونيكتيفتي وعكس بعض. يعني كنا بنقول في الجروب كل ما يزيد الالكترونيك نمبر بتزيد الالكترونيكتيفتي. هنا بتقل الالكترونيكتيفتي. وكل ما البريليام وبالتالي باللاقي اني الفلورين مور اللي هو اقوال فور طب بنلاحظ هنا ايه? ان الفورين والالكترونيجاتيفتي او فورين اكوال فور. خليك فكرة ده كويس. شان ساعات بيه في الامتحان يقول لي اولكترونيجاتيفتي او فورين اكوال فور. بنقول بعد كده ان انا ممكن استخدم الالكترونيجاتيفتي عشان اعمل للطايف هل هو ولا هو يبقى انا ممكن عن طريق اقدر احدد اذا كان الكونباوند ده عندي ايونيج كومباوند ولا كوفيلانت كومباوند ازاي? بنقول والله افزأ الالكترونيجاتيفتي بتوين اليمنت اوف كومباوند مور زان وان بوين سيفن هيبقى الكونباوند ده ايونيج. يعني انا هبص على الكونباوند القدامي. طبعا الكونباوند ده هو بيكون من ايه? من اليمنت. فهبص على الاليمنت ديت. هشوف الديفرنس فيه الاكترونيجاتيفتي افكاتي الالكترونيجاتيفتي ا gelir اضافت الىığım المخصف اللي عندي ساديام كولولويد الي هو سوديام يا اللي انا عندي الكولورين الالكترونيجاتيفتي بسري وعندي الساديام الالكترونيجاتيفتي بزيرو بوينت ناين. فلما بقول له سري ماينس زيرو بوينت ناين طلع لي تو بوينت وان. اي ديفرنس في اكتر من وان بوينت سيفن? اقول عالكمباوند دوت ايه? اقول عالكمباوند هوت انه ايونيك كومباوند. ايونيك ايه? كومباوند. ولزاك ممكن من الزكاء في مسابقة اوال الطلبة ان شاء الله الجمعة الجاية. اقول لك زا كومباوند اف سوديم كومباوند ايونيك كومباوند. اقول له بكوز ديفرنس اف الكترونيكتفتي بتوين اتس اليمنت is more than one point seven. يبقى ما لقيت الديفرنس اف الكترونيكتفتي بتوين اتس اتوم او اتس اليمنت غريتر زان او مور زان one point seven. طيب عرفنا ان الكمباوند لو لقيت الديفرنس بتوين الكترونيكتفتي اف اتس اليمنت اكتر من one point seven يبقى ايونيك كومباوند. طب لو لو لقيته اقل من one point seven. اه. لو انا لقيت الديفرنس بتوين ايلمنت of كومباوند للزان one point seven. بسمي كوفيلاн كومباوند. بسمي احبيبي كوفيلانت. يبقى انا لو لقيت الديفرنس اف الكترونيكتفتي اف اليمنت اه اللي كوميها كومباوند اكتر من one point seven يبقى ايونيك. اقل من one point seven. طب الكونباوند هي حيبقى لبيه نوعين. الكونباوند كم نوع نوعين? بولار كومباوندس ونان بولار كومباوندس. طيب انا عندي الكونباوند عرفناها اني. طب الكونباوندس اصلا نوعين بولر ونان بولر. اعرفها ازاي? والله لو لقيت الكونباوندس اف الكونباوندس بتوين. بس اقل من وان بوينت سيفن. بس اقل من وان بوينت سيفن. اسمي بولار كومباوند. يعني تقدر تقول كده. من اول لزان لحد زير بوينت فايف. اسمي بولار كومباوند. اسمي بولار ايه كومباوند. ادي نيكزامبل يا مصر. الووتر اتش تو او. الالكترون كتبت على الاوكسجين سري بوينت وايف. والهايدروجين تو بوينت وان. فلما اقول سري بوينت فايف. يطلع لي وان بوينت فور. هي دي مش اقل لموان بوينت سيفن اقل لموان بوينت سيفن. يبقى دوت كوفينت. طب الوان بوينت فور ريلاتيفلي هاي يعني قيمة عالية من الكونباوند. اقول له دوت بولار كونباوند. ليه بولار كونباوند. because the difference between is relatively high and less than one point seven. طب نشوف مثال تاني. امونيا رمزها اني. ايه اللي عندي النيدرجين الاليكتر قطعته بسري. والهيدرجين الاليكتر قطعته ب two point one. ف three minus two point one equal zero point nine. اه ده فعلا اقل من one point seven يبقى. بس فعلا القيمة relatively high يعني القيمة عالية يبقى. انا لاحظت ان الاليكتر قطعت بتاعتها تلاقيت point point four. ولاحظت اني بتاعت الامونيا تلاقيت بزرور منتنين. عشان كيف نقول ان الووتر is more polarity than امونيا. جفريزن زفور ليه ال polarity of water is more than polarity of امونيا. اقول له because difference of الاليكتر قطعته between elements of water is more than difference of الاليكتر قطعته امونيا. انا لقيت ان الفرق في الاليكتر قطعت الووتر اكتر من الفرق في الاليكتر قطعت مين? الامونيا. نيجي بقى للنن بولر كنباوند. نن بولر كنباوند اقل من zero point five. يعني ايه الكلام دوت? يعني لو انا عملت الديفرنس اوف الاليكتر قطعت الكمباوند. ولقيت اقل من zero point five. يبقى دوت نن بولر ايه كنباوند. ناخد مسان. اللي هي المسان. اللي هي المسان. بنقول اني عندي الكاربون الواسيه. الالكتر قطعت 2.5 والهيدروجين 2.5 الى الكاربون. مينس 2.1 الى الهيدروجين. يديني zero point four. يبقى امام بولر كنباوند. امام بولر ايه كنباوند. عندي ايه هيدروجين سالفيت. بنقول اللي هي السالفر. ماينس 2.1 اللي هي الهايدروجين. يديني zero point four. اللي هي. خلاص? طيب. نيجي بقى نبص على حاجة تانية. اللي هي ميتالك والمام متالك الametallik والمام متالك. طبعا احنا عافنا عندنا نوعين. في جروب امتال وفي جروب نمتال. فعشان كده هناخد الجروب الواحدة وناخد جروب نمتال لوحدة. ما بص على الجروب اللي قدامي ده جروب نمتال. بلى الان جايز ايه? كل ماتحرك من الاب لداول بتزيد الاطومك نامبر وتزيد الامتالي اللي تزيد الامتالي ايه بالتداول تزيد ايه بروبيرتي يعني هنا بنقول vários ايها deputy ليه لا ونصح هذا الامتالي تزيد كالتعمال開 và t Bau Healing سايدز انكريز. بكوز ايه? عشان كاي بقول السيزيام موست متالك. في الجروبان ايه. وبنقول اللي سيزيام في الجروبان ايه? يبقى العنصر اللي تحت موست متالك. والعنصر اللي فوق ليست متالك. ده بالنسبة لمن? بالنسبة للجروب متال. تب الجروب من الميتال. بيقول لي عندي فلورين كولورين برومين ايودين. بنقول ان يعني كل ما تحرك من للدون النون متالك ايه? كل ما تحرك من للدون النون متالك ايه? عشان كده بنقول اني الفلورين في الجروب سيفين ايه? الفلورين في الجروب سيفين ايه? والايودين في الجروب سيفين ايه? عشان بنقول العنصر اللي تحت بقى اقل نون متالك. والعنصر اللي فوق مور او سترونج نون متالك. لان هنا القاعدة بتقول كل ما يزيد كل ما يقل نون متالك بروبرتي. نيجي بعد كده يا شباب على البيريد. طبعا البيريد ده تشكيلة. على على نون متال. فنلاحز ايه? اولا اي بريود بيبدأ بسترونج نون متال وينتهي بسترونج نون متال واند افتر زين انرتجاز. يعني يبدأ بسترونج نون متال وينتهي بسترونج نون متال كل ما يزيد الاتونك نونبر الميتاليك بروبرتي ديكريز تقل لحد ما يوصل للميتالويدز. بعد الميتالويدز تبدأ النون متاليك بروبرتي انكريز. يبقى تاني. في البيريد ببدأ بسترونج نون متال. كل ما تحرك من الليفت للرايت تزيد الاتونك نونبر وتقل الميتاليك بروبرتي. لحد ما اوصل الميتالويدز. بعد الميتالويدز اول ما ابدأ في النون متال تبدأ النون متاليك بروبرتي انكريز. وفي النهاية بتنتهي بسترونج نون متال. وبعد في عندي ايه? في عندي انرتجاز. يبقى يبدأ بسترونج نون متال. ايه? ميتال. تبدأ الميتال تقل تقل تقل. لحد ما توصل الميتالويدز. بعد الميتالويدز تبدأ النون متاليك تزيد. لحد ما تنتهي بسترونج نون متال وبعد في عندي انرتجاز. كلام كويس. يبقى اتش بريود ستارت ويسترونج ميتال. ونقول في البيريد باي انكريز اتومك الميتالويدز اللي هي اللي هي اللي هي سمي كوندكتر. بعد الميتالويدز تبدأ النون متاليك انكريز. بيقول لي انكريز اه كومبيت بريود ستارت ويز اقولو سترونج متال. and the ending ويز اقولو سترونج نون متال. افتر زين بعد استرونج نون متال اقولو انرتجاز. يبقى البيريد بيبدأ بسترونج ميتال. ويمتهي بسترونج نون متال. افتر زين في انرتجاز. ممبر تو. جروب ايه? لازم حدد طرامة جروب او جروب ميتال. كل ما يزيد اتومك نمبر. يزيد حاجتين ويقل لحاجة واحدة. يبقى في جروب ميتال. بيزيد حاجتين ويقل لحاجة واحدة. بيزيد ويزيد ويزيد الميتالك ويقل الكتفتي. يبقى في جروب ميتال. بتزيد وتزيد المتالك بروبيرتري وتقل الكتفتي. طب الجروب مميتال. بتزيد وتقل لحاجتين نون متالك والكتفتي. يبقى في الجروب مميتال. بتزيد كل ما يزيد اترك نمبر طبعا وتقل كويس جدا. طيب نيجي بعد كده. احنا عارفين انا لما بجيب الاتوم واعمل لها التوزيع الالكتروني ببص على والله لو فيه اتنين تلاتة يبدأ ميتال. يبدأ له انا بعد معمل الالكترونيك كونفجوريشن لقيت فيه يبدأ لوت متل. اما ان بعد معمل الالكترونيك كونفجوريشن الاقي فيه ده نون متل. طب لو قيت فيه يبدأ نون متل. المتل الاوتر بتاعه في وان او تو او سري الالكترون. لما بيجي يعمل كيميكا راكشن تيند تو لوز الالكترون ارموش. يعني انا المتل لما يجي بيعمل لوز الالكترون او الاكتر من الالكترون الموجودة في الاوتر والما بيعمل لوز بيتحول لبصتف ايه بصتف عين. ان المتل احنا عارفين ان الاوتر ايجيل فيه او سيكس او سفين. فبيعمل يبقى في المثل لما بيعمل بيتحاول لبصف عين. البصف عين ده هو يعني هو عمل هيبقى لتشارج بوستف وان. عمل هيبقى لتشارج بوستف تو. عمل لسري يبقى لتشارج بوستف سري. خلاص? النون اه اه اتشارج زاد جين ات. يبقى يعني عمل هيبقى لتشارج نيجاتف تو. عمل لسري هيبقى عمل جين هيبقى نيجاتف وان. يبقى نيجاتف ايون. ميجي بقى اخر بنقطة. التركيب الكتروني بتاع بوستف ايون. سيميلار تو يبقى مشابه لي للنيرست انيرت جاز. يبقى الاتوميك الكترونيك بتاع البوستف ايون سيميلار تو نيرست انيرت جاز. اما في النون ميتل بقى الالكترونيك استراكشرة نيجاتف ايون سيميلار تو نيرست انيرست جاز فلو نون ميتل. يبقى انا كده عملت من الميتل والنون ايه والنون ميتل. بيقول لي ايه هو الميتالويتز? بقولك هيبقى قلبي الميتالويتز ده هوت زي ار اليمنتز ويتش هاف زا بوربيرتز اف ميتل اندر الميتل. يعني الميتالويتز ده هوت عبارة عن بيحمل صفات الميتل ويحمل صفات الميتل. يبقى لما اجا اقول لك في امتحان قرية ساينتيفك تير. they are element which have the properties of post metal. عندنا الميتل اقول له ميتالوينز. اكزامبل السيليكون الساي والبرون اللي هو البي. البرون اللي هو البي. يبقى السيليكون الساي اللي هو فورتين اتومك نمبر والبرون اللي هو البي اللي هو اتومك نمبر. بيقول كمبيت متلز متلز ار تين تو لوز الكترون انتينج انتو بوسد فاين. يعني المتل بيعمل لوز للالكترون موور الموجودة في الاوضار اللي والله الاوضار في وان في تو في سري بيعملو موز. تو انتينج انتو بيقول لنمبر تو بوسدف ايون كاري بوسدف شارج ايكوال number يعني انا عملت يبقى عملت يبقى عملت يبقى 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 بيحمل او بيشيل طيب نيبقى بقى على الميتل بيعمل مع لو انا جبت واحدة حطيت اللي اتنين حطيت فيهم ايه واحدة عطيت فيها مجنيزيام واحدة حطيت فيها كبر المجنيزيام بيروح عمل للهيدرجن ويقول لقوم من هنا انت ضعيف ملكش مكان عند هنا ويقعد مطرحه يبقى المجنيزيام اقوى من في الكيميكا فبيقومه يقول لقوم يلا متعودش هنا خالص ويقعد مجي ما طرحه يتفضل لي مين مجي سي ال تو مجي سي ال تو واحد يقول لي يا مستر هو ليه حطينا التو تحت السي ال هقول لك يا حبيبي الساين سايل ما تراكمش انت السنة فاتخدنا في قولة اعدادي حاجة اسمها الفالانسي الفالانسي بتاع الام جي بتو والفالانسي بتاع السي ال بوان فانا بعمل ربليس فتطلع لي مجي سي ال تو يعني التو دهيت عبارة عن الفالانسي بتاعت الام جي التو دهي عبارة عن الفالانسي بتاعت الام جي فانا عندي يا جماعة دقيقة جدا كل رقم بيتحط ليه هدف وليه قعبة وضرور طيب لما جت تعمل مع يوت الامجي اقوم الامجي فترة ده قعد مكانه طلع امجي سي ال تو احسوري ااختبر ازاي يا جماعة الا دوت. لو جبت اه لو جبت ايه? وقربته من الانبوبة اللي طلع منها الهايدروجين دوت. باب باب ساوند باب ساوند باب ساوند. يعمل صوت كده. اكيد انك بتفتح ازلت حاجة ساعة. يبقى انا عندي لما حب اعمل تست للهايدروجين بجيب وقربه من الانبوبة هيعمل بيرنين باب ساوند. مع العارفين ليه? لان الكبر اضعف من الهايدروجين. هي او من الهايدروجين? لا ده نقو منك. اوعى. مكس في عينك اطيارك. فالكبر اقل كيميائيا او اقل قوة من الهايدروجين. فلما يقول لجي اقل تفاعل كيميائي واقل نشاط كيميائي من الهايدروجين. طب لما بص على المثال مع الاكسجين. اللي هو لما فاعله مع الاكسجين. اللي هو اما اعملهم بيرنينج مع بعض يعني. فود هنا على المسلس. فود هنا على السابق مسلس جماعة. ياسف. لما اعمل بيرنينج مع الاكسجين. يدين تو ام جي او. الام جي او ده هي بسميها بايزيك اوks Weird. ليس سميناها بايزيك اوkside يا شباب لان اي متل مع الاكسجين بسميه بايزيك اوksides. يبقى البيزيك اوkside عباره عن متل بلاس اوksid. يبقى اي متل بلاس اوkside بسميه بايزيك اوkside. طب البيزيك اوkside ده هو اتد 혹시 اوت software عن مياه. هيديني ال يال 이. يعني تو ام جي او. اما فعله مع ال اتش تو او هيدينا ام جي او اتش الكل تو. جي ساعاتك البالنسي بتاعت المجنيزيام تو. والبالنسي بتاعت الهايدروكسايد جروب وان. فهنا الاماتو دي تخص البالنسي بتاعت الماجنيزيام. يبقى معنا ذلك ان البيزيك اكسايد او الالكالاي يحول from red color to blue color. يعني تنازلي من القوي للضعيف. يبقى تنازلي من القوي للضعيف. معنى زك اللي في اعلى السلسلة اقوى من اللي قال منه وهكزا. بقول يعني هي يعني بردت بالعناصر ترتيب تنازلي من القوي للضعيف حسب درجة نشاطها الكيميائي. يعني اللي فوق اقوى من اللي تحتو. طيب بقى. بنقول ان لو جبنا واحدة حطيت اللي اتنين حطيتهم ضيل. واحدة اعطيتها كربون وهبابتادها ولا الكربون هي اعمل ولا السالفر هي اعمل يا اكشن. ابقى انا عندي يا جماعة ان المتال دونت ري اكت ويس ضيل. اللي يضاليوت اتش سيل. ابقى مع المتال دونت ري اكت ويس ضيل يوت اتش سيل. بنقول السي بلاس او تو لو جبت فحمة ولا عطاها في اكسجين يديني السي او تو اللي كاربون ده اقسط الجهاز. السي او تو دي بقى سميها اسديك اوكسايد. ابقى السي او تو ده هي ما سماه اسديك اي اوكسايد. يعني اي اسديك اوكسايد النامتال بلاس اوكسجين اسميه اسديك اوكسايد. بقى اي اسديك اوكسايد الاسديك اوكسايد الوسيق لماهو في مية اتش سي او سري كاربونيك اسيد يبقى بارمز الكاربونيك اسيد دو التأثيره على ريتمس بيبر اتشينج ديتمس بيبر فرم بلو تريد كالر فرم بلو تريدك كلور البيزق اكسايد اللي هي الكلاة اتشينج ديتمس بيبر ان تو برو ك pearl زي اكسام لا تو او ان المئة له chill وفسي او اي MIT او سفو مإسمة على بيزقave مسايد الاسエ Absolute اتشينج ديتم واستفابر ان تريد زي سي Wak Quan اينا مثل ما اوزين بسميه في النهاية اتمنى انكم تكونوا استفدتم من مراجعة وشرح لسنتو اتمنى من الجميع اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس ودوس لايك عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول واحب افكركم ان كل يوم جمعة ان شاء الله من الساعة تمانية للساعة عشرة اه مسابقة اول طلبة في الساينس بتبقى يوم الجمعة من تميل عشرة ويوم الاتنين بعلن النتيجة ان شاء الله رب العامين وبحل اسئلة المسابقة في النهاية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته